مشروعات بينفذ على الأرض يكون طبعا الوضع الاقتصادي في أحسن أحواله أو يكون أفضل من كده خلال الفترة اللي جاية آية من السويس مساء الخير يا آية مساء النوري فاندم أنا آية من السويس طبعا أنا عندي مشكلة بقلنا دلوقتي حوالي سنة نحنا كنا شغالين معلمات رياض أطفال كان عددنا 406 شغالين تبع تعاقد تبع المدرية آآ بعد مرور العام بلولنا نتعاقدكم تعاقد غير قانوني وننتم ننكوش أي حق عندنا آآ دلوقتي طبعا منبهدلين جدا ومشيحطاتين طبعا مش عارفين ناخد حقنا بغير اللي فيها عجزة صارخ جدا في المحافظة في رياض أطفال آآ بس للأسف مش عارفين نعمل أي حاجة والوزير لما جينا قابلت مع الوزير محمود أبو نسك قال لي إن في حل يبقى في حل عاجل للموضوع ومزاق ودلوقتي فات أكثر من أربع شهور وخمس شهور بلا أي حل وبلا أي جدوى آآ طيب أنا طبعا بناشر طبعا وزير التربية والتعليم أستاذ محمود أبو نصر لو سمعني آآ ياريت يعني إحنا أطقطع عشنا يعني بلا أي زم أنتو بقالكوا سنة يا آية يعني أنتو رحت واشتغلتوا من سنة وكان في وعدة بالتعيين آآ يا فندم إحنا أصلا إشتغلنا طبقا اللي كان فيه آآ زي آآ عرض الوظيفة في المدرية واشتغلنا طبقا زي ما هو عرضت في الجورنال تعالوا تقدموا وتقدمنا عادي أنا كان عندي يرفضني في الأول يقول لي أنت مش مش هاخدك معنا على أنه يشغلني سنة ويعطلني وده فيه غير إن كمان يفند الناس اشتغلت سنة ومتقادتش أجر ماخدتش ولا ماليم ولما جمع سنة يشتكوا عشان ياخدوا فلوسهم قالوا أنتو ملكوش حق عندنا يعني أنتو اشتغلتوا ماخدوش كمان فلوس مش كده؟ لأ يعني معظمنا ماخدش فلوس وأنا عن ناسي تقادت الأجر بتاعي كامل لكن نصنا متقاداش الأجر بتاعه ولما جينا نشتكي قالوا أنتو ملكوش أي حق عندنا دلوقتي وكيل وزارة متعنت معنا اللي هو في السويس أستاذ عبدالحفظ متعنت معنا آخر حاجة ده كمان إن أنا لما رفت هناك فالمدير المكتب بتاعه بيقول أنتو صراحة أنتو لكم كل الحق وأن أنتو مفروض ترجعوا بس إحنا مش هرجعوك تاني أصلا أنتو كخة والطول أنا أخ جال أقول للطفل اللي كان عندي في يوم في الكلاس كلمة كخة دي والله مش عارفة كلنا طبعا قطع عيشنا وحضريك يعني مش متخيلة يعني قطع عيش 406 أسرة طبعا فأنا طبعا تنجده أنا نفسي بجد مش كاتتحلي يعني أنا قاعدة البيت بتاعاتنا دي بجد يعني حاجة مش كويسة ده غير أننا لما رحنا آخر مرة للوزارة بيقول لي إن هيتعين المتخصصات طب أنا مع حاضطات جدا أنهم هتتعين المتخصصات لكن المتخصصات أساسا يعني عددهم 50 والعجز عند حاضطات في 450 يعني مضطر تاخد نحنا اللي اشتغلنا عندك سنة كل القاعد بتاعت رياض أطفال في السويس عملنها معلمات رياض أطفال فأنا بجد أنا بنجده بقوله يعني قطعيش الناس عند حدك حاجة مسهلة أنا بحاول أنا أتوصل مع أي حد يحللنا المشكلة أنا بتوصل إليه يرجعني شغل تاني أشتغل مرة تانية أنا عندي طرق ما أريد أن أطلعها يعني خليني أطلعها في شغل طبعا بلا أي جدوة طبعا أنا بنجد وزير التربية والتعليم يشوف لنا حل عاجل أرجو 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 وإحنا كمان بنجده معاك إنه هو يشوف حل لكل المشاكل دي موضوع يعني مش ممكن ده أكيد فيه فيه آلاف الناس بتعاني من المشكلة دي عموما أنا بشكرك وإن شاء الله يكون سمعنا أو يكون حد من المسؤولين فعلا معني بحل مشاكل كل الناس اللي بتروح تعمل في هيئات ومؤسسات ويفتكروا إنه هم هيتعينوا بعد وقته وبعد كده يلاقوا إن الموضوع صعب هي الحكاية صعبة كمان ونظام الإداري للدولة بتعمل فيه النهاردة شغل كبير وإصلاحات كبيرة جدا فكرة الموظفين النهاردة اللي موجودين في كل مؤسسات وقطاعات الدولة واللي هم يعني محتاجين تدريب ومحتاجين شغل ومحتاجين إنه هم يكونوا مؤهلين بشكل كبير للعمل النهاردة كمان المدرسين هو يعني مش بتكلم عشان مشكلة فرد أو مشكلة من المشاكل اللي الناس بيعانوا منها دلوقتي ولكن النهاردة